بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيها الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الحادية والخمسون التي أريد في الحقيقة أن أذكر فيها قضية المفاوضات التي تجرت بين المصريين والإنجليز دوامت مفاوضات أيها الإخوة والأخوات لا تكاد تنتهي إذا فاوضوا الإنجليز فيما فشلت المفاوضات تعلقت آمال الساسة بمفاوضات أخرى بعد شهور أو بعد سنوات ثم إذا وصلوا لهذه المفاوضات الأخرى من أجل الجلاء والاستقلال فشلت تعلقت آمالهم بمفاوضات أخرى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة وعشرينية وثلاثينية بدون أي يأس من المفاوضات وكان يجب على حزب الوفد الذي كان ممسكا بالسياسة المصرية أنذاك ولو الشعبية الكبرى في الشعب آنذاك في الثلاثينات الميلادية الخمسينات الهجرية أن يكون في الحقيقة واعيا لهذه اللعبة وأن يقطع المفاوضات وأن يتقدم للجهاد ويجمع الأمة ويستفيد من ثورة 1919 أسف هذا لم يحدث والسبب أن رؤساء الوفد كانوا ما أقاموا حزبهم هذا على وضوح على الجهاد في سبيل الله ولا على المعاني الإسلامية ولا على جمع الشعب فكانوا يصلون إلى نقطة ثم يتخاذلون ويتراجعون على وجه غريب لا يدرا كنه ولا يعرف سببه ربما تلويح الإنجليز من بعيد لهم بمكاسب ربما الترهيب ربما الترغيب ربما الضغط من القصر وغيره لا أدري لكن في النهاية هذا الذي جرى في كل أحوالهم هكذا حتى أن سعدا وهو قمة الوفد وسعد زغلول وما حصل على شعبية ضخمة وكبيرة وكبيرة جدا مال إلى مهادنة الإنجليز في أواخر سني حياته خاصة بعد مقتل ليستاك السردار الإنجليزي في مصر والسودان وسأتي على هذه الحكاية بعد ذلك لاين الإنجليز إلى أن مات سنة 1927 لم يحصل على شيء لم يحصل على شيء وكان ممكن لسعد أن يستغل تلك الشعبية الضخمة التي له في البلد وينادي في الشعب بالجهاد في سبيل الله ويقوم ويعمل شيئا يكف عن هذه المهزلة اسمها مهزلة المفاوضات لكن كما قلت لكم يصلون إلى مرحلة ثم يكفون والشخصية الثانية مباشرة بعد سعد في الحقيقة في قوتها حزب وفد كان مصطفى النحاس باشا ومصطفى النحاس باشا أيضا الشيء نفسه له مواقف جيدة وله مواقف يتعجب منها المرء كيف يصنع هذا؟ وهذا كله يدل على تذبذب غير قائم على منهج محدد يستند إلى التعليم العامة والضوابط العامة في هذا الدين العظيم دين الإسلام القوم كان لا بد أن أقر وأعترف أن القوم كان بينهم بين الإسلام برزخ في الفهم والتطبيق وجعله منهجا وجعله شعارا ذا مضمون حقيقي في منهجهم منهج أحزابهم ما كانوا هكذا لم يكونوا هكذا لذلك الشعب كان يفتقر لشخصية كبيرة تقوده للجهاد وتحثه عليه ما وجد للأسف آنذاك يعني ظلت مصر متمسكة بفكرة الجلاء والاستقلال هذا طبعا مطلب طبيعي جدا وعلى إثة تصريح 28 فبراير 1922 هذا التصريح المهم جدا يعني سنة 1339 تقريبا للهجرة قامت مفاوضات سعد زغلول ذهب إلى بريطانيا وفاوض رمزي مكدونالد وطبعا اقترحوا اقتراحات تفوق اتفاقات ما وصلوا إلى شيء لما مات سعد زغلول 1927 وحزب روفد بمناسبة لم يحكم إلا تقريبا قرابة سنتين فقط بسبب دائما الوزارات تحل والبرلمان يحل وبعد شهور بعد أسابيع بعض الأحيان فكان فوضى فوضى في السياسة المصرية فوضى هائلة جدا في المفاوضات أيضا أخرى جرت بين أوستين تشيمبرلين وزير خارجية البريطانية وعبدالخالق ثروة باشا رئيس مجلس الوزراء سنة 1927 أنا أذكر لكم مفاوضات فقط وفيها طبعا كل مفاوضة من هذه المفاوضات فيها آمال وفيها اتفاقات وفيها نقض لهذه اتفاقات وفيها رفض وفيها استجداء طويل عريض وما فعلوا شيء محمد محمود باشا الوزير رئيس الوزراء الذي يسمى اليد الحديدية في مصر والذي يطبطش بالمصريين طيب ذهب إلى لندن سنة 1929 أي بعد سنتين من مفاوضات عبدالخالق ثروة باشا لغرض تعديل نظام الامتيازات وقبول مصر في عصبة الأمم كانت سمى عصبة الأمم قبل هيئة الأمم المتحدة كانت سمى عصبة الأمم ويعني هي عصابة المهم قامت محادثات بينها وبين انجليس طورت إلى مفاوضات وفيها اتفاقات أيضا لم تسفر عن شيء واضح لمصلحة مصر ثم جاءت وزارة الوفد إلى الحكم في أول يناير سنة 1930 تقريبا 1349 هجرية لتستمر في المفاوضات مع وزارة العمال ومصطفى النحاس باشا ذهب إلى لندن وتفاوض مع الانجليز وفي النهاية لم يصلوا جميعا إلى شيء وانقطعت المفاوضات والمفاوضات وسار موقف مصر موقف ضعيف استجدائي يسأل الانجليز حقوقها مصر وحقوق المصريين وهل الحقوق يوما تستجدى أيها الأخوة والأخوات هل الحقوق يوما تستجدى من غاصبها ما أحسن شوقي حين يقول وللحرية الحمراء باب وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مدرجة يعني ملطخة بالدماء هذا باب الحرية يطرق بيد ملطخة بالدماء غير ذلك ما يمكن هؤلاء أعداؤنا لا يفهمون غير منطق القوة فقط لا غير غير ذلك لا يفقهون ولا يفهمون وما أشبه هذه المفاوضات التي عنوانها الذل والهوان والاستجداء بمفاوضات الفلسطينيين اليوم الفلسطينيون يفاوضون من مدريد ومدريد طبعا لمن لم يذكر تاريخها كانت سنة 1411 للهجرة فلهم الآن يفاوضون 20 سنة وقبلها بثلاث سنوات في تونس اجتمعوا وألغوا ميثاق المنظمة من أجل أن يرضى عنهم اليهود وأمريكا وهذه الدول حتى يقبلوا مفاوضتهم من تلك السنوات إلى يوم الناس هذا مفاوضون واليهود يزدادون غطرسة وكبرا وجبروتا وطغيانا ويصرون على البناء في بيت المقدس ويصرون على طرد الفلسطينيين ببيت المقدس ويصرون على عمل كل ما يريدون بينما قامت المقاومة الجهادية في غزة ما تحمل شارون بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الجهاد ما تحمل وأمر بسحب قواته من غزة ولو جلس الفلسطينيون يفاوضون اليهود ألف سنة ما سحبوا قواتهم من غزة لكن جهات قام ما استعى يقاومونه هربوا من غزة من قطاع غزة كله هربوا فكذلك هنا لو أن الوفد استغلت تلك الشعبية الصارخة الضخمة لسعد زغلول والرموز الوفد بعد ذلك والكثافة الطلابية كانت له في بدايات عهده إلى الثلاثينات قبل أن ينصرف الناس عنه يعني لو استغل ذلك لا استطاع أن يوجه الشارع توجيها رائعا إلى الجهاد والمقاومة ولو صنع لما استطاع الإنجليز أن يصنعه شيئا وأسوبرهن على ذلك إن شاء الله تعالى لما أذكر جهاد الشعب المصري في أوائل في أوائل السبعينات الهجرية الخمسينات الميلادية في منطقة قناة السويس في الإسماعيلية على وجه خصوص والمناطق حولها جهاد رائع وضربات موجعة لبريطانيا اضطرت بريطانيا بعدها أن تخرج ذليلة راغمة من مصر لكن على يد أبناء مصر المجاهدين الذين جاهدوا الإنجليز وأذاقوهم أصنافا من العذاب والآلام والخسائر الهائلة التي تقدر بعشرات المليمة جنيهات هنا قرروا الجلاء عن مصر ومفاوضات ظلت ثلث قرن ما أغنت عنها شيئا يا إخوة متى نفهم متى نفهم أن الجهاد هو اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الكفار وأن اللغة الوحيدة تصلح المفاوضات معهم أرجو أن نفهم هذا يعني ما أدري متى نفهمه ولا أدري متى سنحقق هذا في دنيا الواقع الفلسطينيون جزاهم الله خيرا ورفعوا رأسنا في العالمين وهم الآن يفاوضون لكن منطق قوة والعالم كله ينتظر كلمتهم وينتظر ردودهم على المعاهدات والمفاوضات لأنهم منطق قوة ومنطق جهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أما منطق ذلو الهوان متى عاد علينا بشيء نعم والكلام طويل وطويل جدا وما أحسن البنى رحمه الله تعالى حين خطب فقال إلى متى هذا الترقب والانتظار ولمن نضع أنفسنا تحت رحمة الإنجليز وننتظر ما يجودون به علينا من إجابة ناقصة أو كاملة يعني في المفاوضات وما يتحفوننا به من اتهامات كاذبة باطلة أوليست هناك طريقة للأمم الجادة في المطالبة بحقها والسعي لاستقلالها إلا المفاوضات ومتى كانت الحقوق تعطى وتأخذ ومتى كانت الحريات تقدم هدايا وهبات الله أكبر هذا كلام الصحيح متى كان هذا يكون وعبد العزيز كامل كتب يقول لقد طال وقوفنا بأبواب الإنجليز هذه الوقفة الذليلة المستكينة التي لا تقدم فيها التي لا تقدم فيها ولا خير من ورائها والتي جرحت بها كرامتنا أو جرحت هي الوقفة جرحت بها كرامتنا جراحا بليغا أما آن لنا أن نؤمن الإيمان العملي المنتج الذي يفضل أن يمد يد الجهاد على أن يمد يد السؤال ويفضل أن يسيل دم حياته على أن يريق ماء وجهه ترى ماذا يقول زعيمنا عليه الصلاة والسلام وعنا حينما يرى ملايين الأكف ممدودة إلى الإنجليز تستجدي استقلالها في إشفاق ولهفة وذلة ولوعة أولسنا طلاب حق هو أعز من الحياة وهو طلب العيش ويقول يجب أن تستخدم له كل أسلاحة الدنيا وكل مادة الجهاد وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أما آن لنا أن نفهم ونؤمن ونعمل فقد أضعنا على أنفسنا الفرصة والأيام حين طلبنا العدل من ظالم والرحمة من يد الجلاد ويقول الأستاذ صالح يشماوي في مقالة على الشعب أن يتحرك من جديد ويأتي الحديث عن المهزلة الكبرى مهزلة المفاوضات التي طالت وثم يقول فيه كلام طويل لقد أفلح الإنجليز بتخدير أعصاب الأمة يوم أن فتحوا باب المفاوضات ويوم أن أضافوا وعدا جديدا إلى وعودهم السابقة بالجلاء وشعبنا صبور يتعلق بأهداب الأمان وإذا ثارا فجر على الشعب أن يتحرك من جديد أن يعبر عن إرادته بقوة كما فعل يوم الجلاء وعلى الزعماء أن يتحركوا ويتركوا منازعاتهم الشخصية وليقود هذا الشعب في جهاده وكفاحه المقبل الطويل ولتعلم الأمة أن السياسة القرارات والاجتماعات والخطب والمقالات والمساومة والمفاوضات لن تكون سببا في جلاء ذبابة ولن تحطم قيدا ولو كان من حرير يعني كلام رائع ورائع جدا يقوله وأيضا قال كلمة أيضا جميلة وجميلة جدا سأذكرها إن شاء الله بعد الفاصل كل هذه كلمات تبين أهمية أو وجوب قطع المفاوضات والبدء بالجهاد الحقيقي ألقاكم بعد الفاصل يا أخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا أخوة والأخوات كنت أنقل كلاما لأستاذ صالح عشماوي وهو من أخوان المسلمين مشهور كلام في غاية الأهمية في قدرة المفاوضات أختم بقوله الآن تصل المفاوضات أو المحادثات إلى مرحلة رجحت فيها كفة التشاؤم وأصبح المفاوض المصري يشعر بخيبة الأمل ولم يعد للثقة بالإنجليز وبالشرف البريطاني مجال أو مكان ما ديها الإنجليز لهم شرف أصلا في قضايا الاحتلال الشعوب وقضايا الوعود المسرفة في هذا الوقت العصيب يجب أن تتحد الأمة وتتوحد صفوفها وتقف كتلة واحدة تناضل عن حقها وتجاهد في سبيل حريتها واستقلالها ليس لها من هدف إلا المستعمر الغاصب وليس أمامها من سبيل إلا الكفاح والجهاد ألا فليعلم المفاوض المصري أن موقفه يحتم عليه إذا لم يجب يجب الإنجليز مطالب البلاد أن يقطع المفاوضات في غير تسويف ولا إمهال وليفرض قضية مصر على مجلس الأمن فإذا لم ينصفنا انتزعنا حقنا بأيدينا وليعلم الوفد أو الوفديون الذين يمنون أنفسهم بالحكم أنه ليس بعد فشل المفاوضات إلا الجهاد فإن كان فيهم بقية من وطنية فلينزلوا إلى الميدان كلام رائع ورائع جدا لكن هل استجاب الوفديون هل استجاب السعديون هل استجابت الأحزاب في البلاد لهذا الكلام الجليل لا طبع ما استجابه ولكن استجابت البلاد في مرحلة متأخرة جدا بعد ثلث قرن من تضيع الوقت في المفاوضات ثلث قرن من تضيع الوقت في المفاوضات تدأت جهاد الشعبي وإلأسف أني أقول شعبي لأنه لم يؤازر من قبل الحكومة بأي وجه من وجوه وسأتي عليه في حلقة الجهاد في القناة إن شاء الله تعالى لروعته وجلاله وجماله سأفرد له أكثر من حلقة إن شاء الله تعالى لأنه فيه قصص رائعة وفيه أخبار جليلة وجليلة جدا تبين أن الشعب إذا ثار لا يمكن أن يقف في وجهه أحد التلاعبات السياسية أيضا الملك فؤاد الذي جاء في هذه الحقبة كان يعني أيضا ليس على مسؤول المسؤولية بالقطع وبالطبع أن الإسلام لم يكن قاعدة له ولا منطلقا له هذه قاعدة بدنا نفهمها في قضية السياسيين في مصر منذ أن دخل الاحتلال الإنجليزي مصر إلى أن خرجوا من مصر والإسلام لم يكن منطلقا لساسة مصر آنذاك ووزراء مصر الكبار وكان عندهم ربما عند بعضهم حمية للإسلام ربما كان عند بعضهم حتى لا نعمم شيء من الغيرة على الإسلام في الجملة شيء من الحمية للإسلام في الجملة لكن هل الإسلام يمثل منهج الذي انطلقون منه؟ اللهم لا هل الإسلام يمثل المتكأ الذي تكون عليه في مطالباتهم وفي أعمالهم؟ اللهم لا هل الإسلام هو ذلك التشريع الذي يصدرون عنه في المحاكم والقضاء؟ اللهم لا هل الإسلام هو ذلك المنهج في الحياة في المنهج سواء كان على السياسي أو الإعلامي أو الاقتصادي أو الأدبي أو الترويحي أو أي شيء كان؟ اللهم لا فلذلك الملك فؤاد كان على هذه الشاكلة ولما مات السلطان حسين كامل جاء به وليس أهلا ليتولى مقايد الحكم في البلاد إلى أن توفي سنة 1936 تقريبا سنة 1355 للهجرة وما ستعني يحصل على شيء في الحقيقة حتى نكون واضحين وبالعكس كان هناك مؤامرات كبيرة بين القصر كما كان يسمى أو السراي كلها كلمات تشير إلى الملك فؤاد وحاشيته القصر والسراي ومؤامرات القصر والسراي ضد الحكومة المصرية فتارة يشترك القصر والسراي مع الإنجليز ليوقفوا أو ليقفوا حجر عثر أمام مفاوضات الحكومة المصرية مع إنجلترا وتارة يشترك الإنجليز مع الحكومة ضد القصر وقليل جدا اشتراك الحكومة مع القصر ضد الإنجليز هو الذي ينبغي إنبغي تجتمع الجهود في مصر الحكومة مع القصر ضد الإنجليز مع القوى الأخرى الشعبية حتى يتمكنوا من طرد هذا المحتل الغاشم لكن للأسف ما حصل هذا في تاريخ مصر في السابق وما وجد على الساحة السياسية حتى نكون واضحين في كلامنا بكل الوضوح فإن التاريخ يقوم على المصارحة ولا يقوم على المجاملة والتاريخ يقوم على ذكر الوقاع مجردة كما هي بدون إضافة ولا نقصان ويلجأ القصر إلى تعطيل البرلمان مدة يلجأ إلى تعطيل الدستور يرجأ إلى إلغاء دستور وإنشاء دستور آخر يلجأ إلى التفاوض مع رئيس الحكومة بالإغراء والترهيب والترغيب رئيس الحكومة يكن للقصر العداء العداء يكن لرئيس الحكومة العداء وهكذا مؤامرات تلوا مؤامرات تلوا مؤامرات طبعا هنا بريطانيا ويا للأسف دار المندوب السامي البريطاني وضع نفسه طبعا ما عاد يسمى مندوبا سامي بريطانيا بمناسبة بعد صدور معاهدة سنة 1936-1355 الهجرة إنما سار سفير إنجلترا في مصر ذرا للرماد في العيون وكان مصر بلد مستقل وهذا سفير من السفراء بينما كان هو الحاكم الحقيقي للبلد المهم فكانت دار المعتمدية أو دار السفارة سميها ما شئت أو دار المندوب السامي انشئت على الحقيقة فهذه الدار كانت تصنع فيها المؤامرات وتحاك ضد القصر تارة وضد الحكومة تارة أخرى وضد الاثنين ربما في أوقات وأيضا لجأ الإنجليز للعبة لعبة عجيبة جدا وهي تقوم على السياسة المشهورة فرق تسود وهي أنهم وضعوا أنفسهم حكاما بين المصريين يرجعون إليهم حكما في الصلح فالقصر يشتكي للإنجليز الحكومة تصوروا والحكومة تشتكي للإنجليز القصر يعني مهزلة ليس بعدها مهزلة كما نرى وكما سمعنا طويلا في هذه القضية نشأت أحزاب مع حزب الوفد وهذه الأحزاب وحزب الوفد صار هناك خلاف وخلاف كبير يعني مؤلم ومؤلم جدا للنفوس أن يحدث هذا خلاف بين أقطاب السياسة المصرية انشقاقات في حزب الوفد وتكوين أحزاب أخرى وهذه كلها طبعا هذا خلاف له شؤم كبير على القضية المصرية كما هو معلوم والخلاف قديم الوفد نفسه وهو ما زال في الخارج بداياته من الثورة 1919 اختلفوا وعاد بعضهم إلى مصر وتركوا سعدا في الخارج ويعني هذه نقطة أيضا مهمة أيضا حصل نزاع بين عدل يكن وسعد زغلول على رئاسة المفاوضات ووفد المفاوضات من يرأسه ونزاع طويل وتحولت القضية الوطنية إلى مهاترات وهوت إلى الحضيد للأسف الشديد ولا تسألني لماذا وكيف فيه تفصيلات تند عن الحصر ولا يمكن ذكرها في برنامج تاريخي يريد استقال عبر والعظات ويسلط الضوء على العناوين العريضة صح التعبير من تاريخ مصر الحديث لكن اندفع الجمهور في الحقيقة ما سعد اندفاعا كبيرا جدا وحقروا عدلي وكل مختلفين مع سعد سعد كان يملك مقدرة خطابية كبيرة جدا نفيه إلى مالطا ويعدته أصبح له شعبية كبيرة في مصر والجماهير لا تستطيع الفصل ولا تستطيع النظر في النزاع الحاصل بين الساسة إنما تسوقها عواطفها للشخص الذي انسابت عواطفها معه بغض نظر عن كونه مخطئا أو محقا هو المعتدي أو المعتدى عليه لا يضر المهم تعلقت قلوب بسعد كما قلت لكم فإذا مات سعد خلت الساحة حتى جاء مصف النحاس وساق الوفد مرة أخرى كما قلت لكم إلى لا شيء إلى المفاوضات عقيمة انتهت بلا شيء تقريبا أيضا الشباب الطلاب كانوا وقودا لهذه الخلافات وكانوا سندا لتلك المفاوضات كيف؟ فإذا جرت مفاوضات أو كذا فينزل الشباب إلى الشارع ويتركون المدارس ويتركون الجامعات شيء ممتاز أن يشارك الشباب في الثورات الشعبية وأن يشاركوا في تأسيس قوة مناهضة للإنجليز جيد لكن هذا النزول للأسف كان عشوائيا وكان على حسب هوى وميل الحكام أكثر منه على مقتضى خطة قوية مؤسسة على بنيان ثابت هذه حقيقة وقال للأسف ذكرها المؤرخون المصريون بمناسبة أنا ما أذكر شيئا من عندياتي إلا القليل إنما أرجح بعض الأحيان بين أقوال المؤرخين وأورد بعض أقوال المؤرخين الأخرى على أنها أقوال الصحيحة في نظري واستخصائي وترجيحي لكن في النهاية لابد من القول أن الطلاب استغلوا في هذه الحوادث المختلفة ومفعوضات الطويلة والمنازعات الشخصية والمهاترات استغلوا استغلالا بشعا جدا ليت أن هؤلاء الطلاب نظموا تنظيما جيدا كرأس حربة للوصول إلى أهداف التي تريدها مصر بالجلاء والاستقلال ما حدث هذا يوما إنما استخدموا كأداة للضغط على الإنجليز تارة وللضغط على المتنازعين تارة أخرى ولوصول كل فريق إلى أهداف الأسف الشديد هذه أيضا حقيقة لا بد أن تعرف باستثناء بعض المظاهرات المهمة في تاريخ مصر 1919 جلاء وكبري عباس المقاومة إسماعيل صدقي ومحمد محمود وكان من أصحاب الدكتاتوريات المستبدة واليد الحديدية في مصر يعني باستثناء أيضا حرب القناة الرائعة باستثناء هذه المواقف أن الطلاب كانوا في أكثر أوقات تنزلوا إلى الشارع بمناسبة وبدون مناسبة كما هو معلوم والعجيب أن حتى الصحف الوفدية في نهاية عهد سعد زغلول كما قلت لكم هو مات ومهاد وملاين للإنجليز كانت تتكلم كلاما عجيبا وأخذت تدعو إلى مسالمة الإنجليز للانتفاع بمزايا الدستور الحكم النيابي والسعي في سلوك سبيل سياسة الإنشاء لتوطيد ودعم حياة الاقتصادية وزراعية توطيدا ثابتا يحقق استقلالا الاقتصادي وزراعي الذي هو نواة الاستقلال السياسي حتى تحين الفرص الملائمة للجهاد السياسي فإنما هذا أمر غريب متت حين الفرصة؟ 1919 وضعتموها وكانت فرصة رائعة جدا قبل ذلك فرصة كثيرة ضاعت وبعد ذلك فرصة كثيرة ضاعت يعني حتى أن نيومان أحد الكتاب الإنجليز أبدأ أسفه لأن سعدا قد مات مات حين كان اتجاهه قد أصبح أكثر اعتدالا وحينما كانت الواقعية قد بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام طبعا هو يشير إلى تحوله عن طريق العنف إلى طريق الملائنة قبيل وفاته يقول استعمل سعد النفوذه القوي في الحد من تطرف أعوانه هكذا يقول طبعا أي شيء أي شيء ضد أي شيء ضد الإنجليز هو تطرف طبعا وقد جاء تحوله هذا طبعا من مأمول يقول في مثل هذا التطور السياسي الجديد لو امتد بزغلول العمر أن يكون شخصيته أثر بعيد فقد كانت مصر كلها رهن أمره وإشارته كان من ممكن أن يكون سعد عاملا قويا في هذه المدة من علاقات المصرية الإنجليزية وقد كان عطف زغلول على وجهة النظرة الإنجليزية يعني عطف المصريين جميعا يقول هذا بكل وضوح وإن الله وإن إليه راجعون حلقات القادمة ستبين أكثر عمق الهوة بين هؤلاء الساسة وبين الشعب وبينهم جميعا وبين الإنجليز إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته